موسيقى سلام اليوم سوف نتعلم فعل من أكثر الأفعال استخداماً في اللغة التركية وبعد استماعكم لهذا الدرس سوف تجدون أنكم تستمعون لهذا الفعل كل يوم في المحادثات التركية بالإضافة إلى بعض اللواحق التي تعبر عنه في أشكال مختلفة وتعلمنا في الدرس السابق معنى كلمة لواحق وهي الإضافات التي تعبر عن أزمنة مختلفة أو معاني مختلفة كيف أستخدم فعل الكينونة في صيغة الأمر الإيجابي؟ أقول كيف أقول في صيغة المضارع بمعنى لا يحدث أو لا يكون أيضاً في صيغة المضارع نقول وتعني فليكن أو فليحدث وتعني مستحيل إذا قال التركي فلتفهم أنه من المستحيل إذن كيف أقول سيحدث أو سيكون ألاجك 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 بمعنى يحدث أو سيكون كيف أقول لن يحدث ولن يكون ألميجك ألميجك وتعني لن يحدث ولن يكون كيف أقول قد كان أو أخبرت بأنه قد كان يعني ألمش 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 وتعني أخبرت بأنه لم يكن قد يكون لم يحدث يعني ألمش ألمش كيف أقول من الممكن أن يكون من الممكن أن يكون ألا بلير ألا بلير وتعني يمكن أن يكون أو يمكن أن يحدث ألا ماز وتعني لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يحدث يعني حاولت ولكن لم يمكنني أما الفرق بين ألا ماز وألمس ألمس وتعني مستحيل أما ألا ماز تعني لا يمكن يعني قد حاولت ووجدت أنه لا يمكن الآن لنضع تلك الأفعال في جمل مستخدمة يوميا إذا تناولت طعاما لذيذا عند أحد أصدقائك يمكن أن تشكره أو تبدي إعجابك بالطعام بهذه العبارة مثلا نقوم بطبخ شيء أو نفعل شيء سويا ولم يطلع جيدا ماذا أقول؟ لنفعل ذلك مرة أخرى أيضا نسمع أحيانا كلمة فليكن هذا أيضا دائما عندما يبدي أحدا رغبته في الشيء أو يقول ليكن نقول في بعض الأحيان نستمع إلى عبارة هوا يعمر له ألجك الجو سيكون ممطرا ألجك يعني سيكون ممطرا يعمر له هوا يعني الهواء أو الجو نقول هوا يعمر له ألجك هوا صجاك ألميجك وتعني الهواء لن يكون حارا نقول أيضا هل يمكن أن يكون أصغر قليلا؟ هل يكون أصغر قليلا؟ إذا أردت أن أشتري شيئا وجاءني كبيرا وأردت الأصغر منه أقول أيضا نقول بقدار بيك لا يمكن أن يكون كبيرا بهذا الشكل مسك كبير oluyor يكون كالمسك يكون كالمسك بو شكيل دي olmuyor يعني لا يكون بهذا الشكل بو شكيل دي olmuyor بو شكيل دي olmuyor لا يكون بهذا الشكل أيضا نستمع كثيرا الجملة التالية ألر ألر برشيء olmaz طبعا طبعا من الممكن لا شيء مستحيل هكذا تعلمنا فعل الكينونة وأضفنا له العديد من اللواحق التي تعبر عنه في العديد من الأزمنة والتي تمكننا من استخدامه في المحادثة اليومية بأشكال مختلفة شكرا جزيلا لمتابعتكم أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر